قطاع الناشئين في الإسماعيلي بنور الدنيا الحمدين دعنا بيك حبيب إذا علم ليه؟ لا لا مفيش سعال لا يعني تخيل أنت بتلعب سبع بطولات وانت في الشارع يعني تخيل أنت طبعا كل في حب مصر وكلنا جاين نخدم مصر تبانك فسلمنا للنادي الإسماعيلي تسلم للمنظيمين بتوع البطولة ما فيناش ولا موظف ولا مجلس إدارة ولا لعيب وبنلعب سبع بطولات مش لقي إنه حتة نقط فيها كل موظفين نادي مجلس إدارة بره إحنا المدربين كلنا بره بنقعد في الشارع مش لقي إن مكتب نقعد فيه لأنه سلمنا النادي كل نادي كله تكسر فبناش سادة المحافظ سادة اللواء حمد عثمان بنقول له سادة المحافظ نادي الجوهرة إحنا كنا فيه قبل كده ادينا النادي نقعد فيه ما إحنا كلنا بنخدم مصر ويا سادة المحافظ أنت محافظ معلية أنت رئيس جمهورة إسماعيلي محافظ معلية هو رئيس جمهورة إسماعيلي فنجده النادي الجوهرة يعني عندنا مجلس الإدارة على قدم واساخ كل يوم في نادي النخيل نادي النخيل لسه مستلمناها بناشد برضه الوزير الشاب الرياضي المحبوب اللي هو بيميل شوية لنادي الإسماعيلي الدكتور رئيشة في صبحي لها مع الوزير ياريت النادي النخيل يخلص وتحاسب الراجل بتاع المقاول عشان نستلم ندينا لا حتى نقعد فيها أنا بلعب أربعة جمهورية وثلاثة منطقة أقسم بالله بأقسم بالله ميدي وبنقعد في الشارع بأقسم بالله لحتة بنقلع فيها ولحتة بنقعد فيها وبنقابل لعيبة في الملعب ونستند فرقة تاني مش ممكن تتمرونوا فين وبتلعبوا ما تشاهدكم فين أنا في ملعب بفرحة لسابع فرقة احنا بنشكر برضه مجلس إدارة نادي القناة النوم الدونة بنلعب مهولية تسعة سعين بنلعب في نادي القناة بعد كده بنلعب في الجامعة بنشكر برضه رجال الجامعة اللي بيساعدونها كلهم بس النه low مشتاقين حتة مفيش تمري سماال احنا ملعب كتير وما عندهش ملعب لأسف اسماال احنا وندهش ملعب حتى لفندية اللي تعقدوا على نادي النخيل عندنا 28 فدان للاسف الشديد 28 فدان عملين ملعب كورة واحد للفريق الاول اللي فريق الـ 47 وتسعة سن وعملين ملعب للناشئين ترتان للأسف 28 فدان مش أقلد نادي الأهلي يبقى عندي مدينة رضيئة أو أقلد نادي المقولين يبقى عندي مدينة رضيئة أو نادي الزمالك يبقى عندي مدينة رضيئة عاملين ملعب واحد وياريت الملعب يميده فيه مدرجات ده فيه كرسي بتاع اتنين حبيبة يعني تخيل مفيش مدرق والله العظيم ما فيه مدرق يعني عارف الكراسي بتاعت الكازن وبتاعت الجناين كده مفيش حد يعمل كده فطبعا عاوز أقول اللي يقعد على كرسي النادي الإسماعيلي لازم يحب النادي الإسماعيلي مش عاوزين حد يهجس ويجي ويقولك أنا وأنا وأعمل ناس اللي بره دولي بتكلموا تلموا شوية احنا نادي الإسماعيلي ساعدوا إننا بره دلوقت ساعدوا إننا تكلموا سات محافظة ندينا نادي الجوهرة النادي كنا فيه قبل كده طب لما بتيجوا تعملوا استاد كبير أو بتاخدوا أرض كبيرة مش بيجوا تقسموها أكيد بيجيبوا فنين زي حضرتك زي ناس عندها خبرات ويقول له عايزين كم ملعب عايزين كم قوت لبس عايزين نعمل هنا مثلا مكان للأطفال يعني بتنظروا لا المجلس سابق للأسف ما عملش حاجة المجلس اللي موجود الحالي كلهم مهندسين كلهم بيجروا على قدم وساق وقال له صلح دي عامل دي عاوزين دي مش عارف ايه بنجري يعني بيجروا دولة مجلس دارة أنا ما شفتش بقاله عشر تيام أقسم بالله ما شفته قاله عد مجلس دارة في النادي من عشر تيام عاو تسعة تيام عشان بتقال مهندس سامر موسى مش ما بنشي فهمش كل بيجري هنا ويجري عشان نخلص مش تعيين حتة نوعد فيها للأسف الشديد بعين بتلعب بطولة جمهورية انت عندك تسعة وصين انت الحمد لله فضل ما الله انت الأول تسعة وشين تمانية وعشرين أسبوع أو سبعة وعشرين أسبوع انت الأول وفارق بسبعة بنت نادي الأهل هارد لك نادي الأهل النهاردة خصو من الاتحاد تسعة وصين هي الفرقة كويسة حافظ دلوقتي المسابقات الناشئين أمانة لسبب يميده لأنه نادي الأهل بدأ يبص لولاده يعني نادي الأهل الفترة السابقة لعشر سنين من اللي احنا فيها لغاية الآخر كده كان بيعتمد انه يجيب لهاي مبارا لما بيلعب ناشئين بتقول عندك انت يعني عندك ابن إكرامي ابن شبير 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 جول العالمي جميل لعبونا نادي الأهلي هو يعني هو اللي خلال نادي أهل تعدي وخرج زعلان يعني وقالت له ابني ده انت ده احنا اللي نزع لانت اللي مكسب نادي الأهل انت عارف يعني الروح هي جولاد النادي هم اللي روحهم بتبقى كويسة غير اللي بيجي موظف يلعب الساعتين ويمشي بس حضرك عارفة كابتن احنا دخلنا في الحوار على طول كده لا بس انا بس اسمحك بس ان لازم اكون تناشد سيادة المحافظة نحن في الشارع يعني ما نشتيوش من خلال نادي الأهلي وعنده شبير يعني ناشده فين اكيد 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 برضو سيادة المحافظة اكيدة يوفر تكلم في نادي اسماعيل يعني يعني يكون مقبيرة في مصر بصراحة كنت بقول لحضرتك القطاعات الناشئين او الفرق الكبيرة لازم تدعم بلعيبة جهزة تبقى غصبة عننا او هتلاقي فيه موهبة في نادي اسماعيل في نادي الزمالك في نادي مش عارف فين هتلاقي فيه نقص في اماكن معينة لازم هتستعين بيوم من بر لا انا بقول من عشر سنين مش دلوقتي انا بقول من عشر سنين كان احنا وانا بشتغل كلام ده انا عشرين خمسة عشرينة وانا كنت بشتغل في الدرجة الاولى به كنت كل سنة بجع حجز اجبال نادي الأهلي اللي هيمشوهم يعني كنا كلنا مش انا بس كل المدربين كانوا بيجي حجز اعترف بقى كابت انت كنت فيه اتناشل على عيون لا بقى ناشل الله وانا علاقت اميدا علاقت الحمد لله علاقت طيبة بنادي الأهلي ككل انا عدت معهم سنة قبل كده اتمرنت سنة في الأدوان ساعة ستين عدت في نادي الأهلي اتمرن مع نادي الأهلي سنة كاملة وبقى دين نادي الأهلي صاحب قل لي الكصة دي تاني لما الأدوان قام سبعة وستين فينا ناس راحوا نادي الزمالك وانا جيت على نادي الأهلي اتمرنت مع نادي الأهلي تحكي لي الكصة ونفكر للسادة المشاهدة الناس ما فهمها مغلوطة قوي بموضوع العدوان والأهلي قال لا والزمالك بالعكس انا قلتها عند الكابتن شبير اول امبارح بالعكس انا هتكلم عن نفسي انا نادي الأهلي صاحب فضل علي انا مش عشان في جارية نادي الأهلي تلفزيون نادي الأهلي بالعكس انا جيت انا مستشار في نادي المقوم للعرب اتكلم علي انا كسادة بلازم انا عدت السنة الاول 67 مع نادي الأهلي اتمرنت مع نادي الأهلي كنت اخذ حق اكتر من نادي وكنت بتعامل مع كل الاخوة مع كابتن صالح وكابتن طارق والشيربيني والجهري وابو غيدا يعني الناس دول والفنجين الله رحم كان كل الناس دول تتمرن معهم وكن حتى في كرة مشتركة وانه نخش جامد يعني عارف كأنك في بيتك بالزب انا ومسك منتخب مصر انا رحت اقر ملعب من العرب قالولي يا كابتن سايد احنا بناخد خمسين الف جنيه في المباراة فعشان خطرك هناخد خمسة وعشرين الف وانت مش هتدفع لاتفت عدو كورة فانا جيت هنا دي الاهلي بلتكب صالحك بلتكبتن عسى عمد والخطيب قالولي اللي انت عاوزه اديني ملعب الجزيرة اديني انا لعبت اربع متشات اديني تالت متشات في ملعب مدينة نص بالضيافة حتى حزب الحكام يعني يا تفتة ده اللي لم واحد يخدمني او واحد يساعدني يبقى ان انا كل جميل لازم ادى ناس حقها بالعكس ده حقوا علي وده وابا اقولها في اي مكان وابا اقولها في اي تلفزيون لان ليه انكر زي ما احنا بنقول كنادي زمالك استضافة الاسماعيلي وعدنا عندهم بنقول لي من ادى كل ناس حقهم مش مقولة تعمل فيها جميل وانا انكره هنكر ليه ليه فعلا مفهيم مغلوطة مغلوطة مفهيم مغلوطة لانه ناس ما هويس دخلوا في النص انا اقول لك والله يا الله والله يا ميدو انا يوم الاهلي والزمالك افريقيا وعربيا انا اهلاو زمالكاوي اكتر من اي حد فيكم بتعصب رهيب اه ما براحش الملعب بس في البيت بتعصب رهيب يعني انا لسه كنت بحكي الاسوتي دلوقتي عب مينان بقول له متش الاهلي جولي جابوا تريكا في تونس في الصفاقسي في اخر ثانية ولتولي عندي محمد بن اهلاوي وعندي كريم واحمد اه اسمالاوية ورهام بنت اسمالاوية اسمالاوية صغير امرأت اسمالاوية فنطيت عليه بسطه قال لا بابا انت اهلاوي ولتولي لا الاهلي بنعب باسمه مصر فالاهلي السهل وبعدين بنقول نادي بطولات فعلا نادي البطولات دي حقيقة متقدرش نكرع يعني لما تأخذ 40 بطولة دوري ولا تبعاوز ايه يعني هتاخد كام وانا اقول لك تصريح العددك صرحت ولكن النقطة الاهمة بالنسبالي اللي هو المفاهيم المغلوطة عند الناس كلها ان الاهلي رفض الاسماعيلي لا لا ما فاتش بالعكس يعني بص الاهلي عمل ماتش لعلى بو جريشة الاهلي عمل ماتش الاعتزال لعلى بو جريشة وانا الزمالك عمل ماتش يعني بالعكس احنا النادي الاهلي اقول لك لما هجرت عدت من الاهلي هقول لك وقعة يعني والله على ما اقوله شهيد وانا عد مجلس ادهارة في النادي الاسماعيلي كان في حمزة الجمل وحمزة حكاها بس بطريقة تانية يعني فجاء حمزة وتوقف سنة فقدنا الامارات يلعب في اي مصلحة في الامارات كان مدير فني كابتن انور سلامة وكان مدير الكورة صلاح حسني صلاح حسني ركب الطيارة ورح جاري على الامارات مضى حمزة الجمل وجم جابوا له هنا في مدينة نص وخد فلوس واصبح حمزة الجمل في نادي الاهلي رسمي تمام فقابلت كابت صالح قال لي ثلاث كلمات قال لي مش هنخسر نادي عظيم وجماهير عظيمة وبلد عظيمة عشان لعيب بس محدش يتكلم الله هو كان يقصد ناس معينين محدش تلوحات ودانا حمزة الجمل ده غير وقت رضا انا سمعتها طوالما عشر تاج بسينا لك حمزة الجمل لانا كنت موجود فيها لانا كنت عدمك صدارة رضا جاءوا موضا ودوا لغاية اسمعالية يعني نادي الاهلي جاري اسمعالية بقول لك ما فيش ضغينة في شوية مهويس دخلوا في النص فرقوا عندما لما تيجوا في مدشة اربعة ستة وستين اللي خدنا فيه الدورة من نادي الاهلي ستة وستين سباستين هتلاقي جماهير الاهلي نزلة من القطر جماهير الاهلي تحيي جماهير نادي الاسماعيل جماهير الاسماعيل خرجت من الاستاذ خرجت من استاذ اسماعالية راح قبلوهم على المحطة جماهير الاسماعيل تحيي شباب نادي الاهلي جماهير الاسماعيل تحيي جماهير نادي الاهلي جماهير الاسماعيل اقسم بالله ميدو التراك كان فيه يجي تلاتين الف اسألوا الشيخ طحي يرزق ربنا الدول الصحة. واسألوا لعب لك يا مجدين. ما في واحد يتلمس. الله. بقسم بالله. تلاتين الف في التراك ما في واحد يتلمس. غير الفئة تلاتين وخمسة تلاتين المدارة. بالعكس احنا العلاقة كويسة. واسألوا علاقتنا كويسة. هسأل مين اكتر منك. نعم. هسأل مين اكتر منك. لا انا بقول لك لا اسألوا اللي حايشين. قولوا لهم مش اغطاء. اسألوا ربنا الدول الصحة. انه ما فيش حد يتلمس. وبالعكس احنا راقتنا انا عندي اصحاب كتير من النادي الاهلي يكفي بس انا مش عاوز اتكلم عليه لانه شهدت مجروحة طبعا بيبو ده بالنسبة لي يعني هنا في القلب طبعا. وفي قلوبنا كلنا والله. من قبل ما اولو عدو الصحة ويش فيها رب. وبعدين علاقة كويسة بحسن الحمد مصطفى يونسة اه كابتن شو بير. لا علاقتنا. علاقتنا لسة علاقتنا كويسة يعني علاقتنا كويسة كويسة يعني انت قال انت لما حصل ازمة وكده تخلي ما شو بيري اتصل وتلاقي كل اللي عبتنا ده اهلي اتصلت ما انه بيك. انت عاوز ايه يعني. دي دي اللقطة الحالة بتكتكلم عليها. اها دي اي واي اريد فيه صوت. فيه صوت يا جماعة عندنا. ما فيه الصوت للأسف. اه 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 انا هاتي. اريد تجيب التراك. لا التراك. انا عاوز اجيب التراك. ده دي. ده الاطر ده. اه. لأ انا التراك اميده هتشوف. فيه التراك معنا. اه 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 اه. اه اه. اه اه. بص دي جمهيل في المدرك. واحنا نازلين ملعب. اه. اه. اخد بالك. شوف التراك عاملين ازاي في التراك الناس. تمام. ده تراك مش مدرك. اه اه. 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 اه بص بقولك جميل اهلي تحيي نادل اسماعيلي. جمهيل اسماعيلي خرجت له اه. اه. انت عاوز روح اكتر من كده ايه. ما انا عشان كده. وبعدين واحنا في المنتخب كنا بنيجي نتغدى. المنتخب بنيجي نتغدى عند الحاج مختار. الله ارحمه ازا كان مات او ربنا اديو صاحب كان عايش. كنا هنا. وبعدين لما كنا فينا لعبة بيتأخروا. في كان في الجامعة. بيجي اتمران في الاهل او الزمالك. او الترسانة. يعني كان الاسرة واحدة. طب ايه اللي حصل لك. ما انا بقولك شوية مهويس. واقعوا الناس مع بعض. بوازوا الدنيا. طب اقولك. طب اقولك. انا. طب اقولك حاجة. انا وانا مسقط عن ناشئين. اهلي جاء لعب عندنا خمس مرشات. باعترابين خلصوا مرشات كلها. مفيش مخلوق تقال له كلمة. من جمهير الاسماعيلي. بص اميدو. احنا عندنا. انا مش عشان اسماعي اللاوي. عندنا احسن واعظم جمهير في العالم. جمهير الاسماعيلي. بس ما تجيش جنبه. تيجي جنبه انت الغلطان. يعني تقبل منه اي حاجة. بس ما تجيش جنب جمهير. شجع نديك زي ما انت عاوز. قول كل نفسه في 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 الجماهيرك. اللي لعبتك. انها ما تجيش جنب الاسماعيلي. لا تشتهمه ولا تضرابه. عمره ما اعتد عليه. جماهير الكرة اللي بتتزاوب كرة كلها كده. ما انا بقولك كل بتاوب كرة كده. فانت سيبك من الناس اللي هم بقوا سياسين دلوقتي اللي بقوا جاروهم بالفلوس. عشان يهدفوا. انت بص الهاتيفة موجودين دلوقتي في اي برنامج. مش عاربت لقوا الهاتيفة موجودين. انما لازم تنضف. لازم. وهتنضف ان شاء الله. هتنضف ان شاء الله. حضرت كلمتين على وقعتين. اه حمزة الجمل. حمزة الجمل. ورده. ورده. رده حاجة تاني. المرحوم رده. المرحوم رده. اله الكرة. ده كانت عمله. ايوة. رده. لامو اله الكرة يعني الناس. و جاء خلاص مده. وحمزة انا عايش في حمزة. انا رده سمعتها. انما حمزة انا عايش فيها. فانا كنت موجود. انا اضمك صدارة. وكان الكلام معاها مع كاب صالح او كابتن آآ كان معاك كابتن صالح. وطلعوا أها كابتن ما احترامي طبعا الجميع وانا الناس عارف انا بحب جمهور الاسماعيل ويحب فرق الاسماعيل. حتى الاهلوية كمان بيعشاؤوا اللعب الاهلوية الاهلوية. كل الاهلوية والله كابتن بيعشاؤوا اللعب الاسماعيلي ودائما يقولوا عايزين الإسماعيل أنه بيحلي الكورة الإسماعيل يرجع بيحلي الكورة أقنعوا الناس في إسماعيلية أن الأهل بيخطف لعبة الإسماعيلية لا وبص حتى فيه واحد بس اللي جاء وأنا كنت برضه في الواقع واخد رأيي المهندس نصر بالحسن شريف عالفضيل اللي بعناه إنما واحد يعني عاوز برضه أقول لي جماعة واحد مش عاوز يمضي لأ أنا قصد يا كابتن أن كل حاجة كل حاجة بتمشي بالطرق المشروعة هو ده حمزة اسمه إيه الشريف عالفضيل إنما خد أنا واحد مش عاوز يمضي واحد مش عاوز يجدد عندي هابوس رجله يعني أنا دي الإسماعيل اللي عملني وهو اللي وقف جنبي وفتح لي بيتي وخلاني نجم لما أجد مش عاوز يجدد أعمل لك يا هابوس رجلك ما تمشي ما تمشي إنما إحنا فيش حاجة اسم الخطف إحنا بس ظروفنا إنه نادي الأهل ينادي ربنا كرما رب نادي غني وعنده فلوس وعنده محبين وكتير بيقدروا يجيبون له لعيبة كويسية إحنا ما عندناش إحنا بيجيسوا علينا واحد بنجيبه بس دي مشكلة الإسماعيلي إنما مشكلة أبدية مشكلة أبدية لا بس دلوقتي الحمد لله بقى أنا سنتين من ساعة ما جاء المهندس برام أصمان ومجلس إدارة الكولية وساد عبن عيم والدكتور برايم فارس والتامر موسى وجاء الحق عطيته الحمد لله وفضل من الله إحنا دلوقتي عندنا استقرار ما عندناش مشاكل مادية نهائي لما نستلم نادي الجوهر هيبقى خلاص إحنا ما عندناش أي مشكلة مادية مش محتاجين حد يصف علينا من جيبه الخاص لما كل يبيجي دلوقتي يبص من جيبه الخاص يعني ما قولك ودي ناس بتزحل ناس كتير لما لوحد يقولي الحق أنا مليش مصلحة وكل إسماعيل تعرف أنا مليش مصلحة أنا بتكلم بما يرد الله والكلام ده أنا هتحسب عليه لما قلهم المهندسي براهيم وعثمان دافع من جيبه لأربعين لعيبه وأجهزة بيزعله قولك أنا كده بدافع عن مهندسي براهيم وعثمان ده كلمة حق زي ما أنا قلت كلمة حق النادي الأهلي أنا كده هزيد ولا هخص لما أقول كلمة حق أنا بقول بما يرد الله لأنه هتحسب جال الوقت اللي أقول فيه كلمة مؤتهاش بس بالضبط بالضبط لكن شايف الإسماعيلي هيرجع فكهة الكرة مصرية أنت تناكبت إحنا إن شاء الله بإذن الله وأنا قلت لجمهيل الإسماعيلي وقلت لهم في كذا برنامج وبحسبوني لما بقناش الرابع بس إحنا بقيد عن البطولة إحنا بقيد عن البطولة إنما أنا بوعدك إنه لو عندنا شيئين خد فرصة هيبقى عندنا سبعة تمانية في الفريق الأول من الإسماعيلي سبعة تمانية محتاج فكرة معين ربط معين بالمدير الفني وبسط المدير الفني عاوز كل بيجا ميد وعاوز الجاهز إنما لما أنت تجيب بمدرب من ولاد نادي الأهل أو نادي الإسماعيلي أو نادي الزمالك أو نادي الترسانة ابن النادي عاوز عبت نادي يلعبه إنما الخواجه بيجا عاوز الجاهز عاوز يعمل اسم وعاوز يمشي بس إنما هل الجمهور يبقى عنده استعاب النهج هوا دلات جمهور زي الإسماعيلي عايزين نأمل فرق جمهور إسماعيلي دلوقتي عنده جمهور إسماعيلي عنده استعداد دلوقتي وبشج على إسماعيلي وعندنا فرق التسعة وصعين إحنا الأول الحمد لله هنأخذ بطولة بإذن الله السنة الفاتح نأخذ خمس بطولات اتنين منطقة أو تلاتة منطقة أو اتنين قطاعات السنة ده ماشيين كويس لما فرق عندك تاخد بطول الجمهورية بما فيش ملاعب يعني حاجة كويسة طبعا والفرقة دي اللي برأيها من جبل خاص عشان الناس بس بعارفين تسعة وصعين برأيها من جبل خاص مهندة سبريم أسمان فمشي الأول الحمد لله لا هتلاقي ميده عندنا وبقدنا أقول لك على حاجة الانحراف اللي احنا فيه كل واحدة عوزي لها في النهات اللي بتفعله أكتر يعني أنا لما أجي أجدد يعني أنا عارض أربعة مليون على محمود متولي محمود متولي جاله ستاشر مليون أنا كنت بقول جاله سبع مليون ورسة قالوا لي أنت ما تعرفش حاجة جاله ستاشر مليون لما أعرض على كريم بمبو اتنين مليون وقل لي لأ فخلاصا يعني أعمل لي وما دارش دكتور من كده لأنني عندي عندي واحد وثلاثين عقد ناشئ بفلوس آه فلوس بسيطة بس عندي وهي عندي خمسة وعشرين عقد للفريق الكبير غير اللي أنا باعتم أعراض طب هأدفع لمن ولا مين ولا يعني كنادي صعب علينا أنه ندفع مية وخمسين مليون ولا ميتين مليون في السنة ما نقدرش نحن إسماعيلي ما نقدرش لأنه ما عندناش حد بيدفع عندنا اللي بيدفع زي ما قلت لك ليجي بيدفع من جيوبه ولا دلوقتي هيبقى الحمد لله مش محتاجين لأنه هيبقى عندنا دي النخيل في عضويات في مشاريع هيبقى كده الحمد لله لما أعطي تفكر حضرك كاسم كبير ونجم كبير في الكورة المصرية وتاريخ الكورة المصرية كابتن سيد بزوك أحد تفكر إزاي أحط حد أو سقف لأجور اللعيبة يعني أنا كنادي إسماعيلي عندي نجم أنا بعرض عليه خمسة ستة مليون جنيه بيجي نادي عنده فلوس كتير بيعرضوا عشرين عشرين تلاتين مليون ما قادرش أعمل له حاقة ما فكرتش إزاي تحلل المسألة ما قادرش اللعيب المصريين فيش معنى مش عارفين المستوى ميده مستوى كده سيد مستوى كده إنت عارف ما أمه ما بحطوش كده في دماغهم أنا بلعب جنبه أنا بكسبه زي ما هو بكسبه ما عارفش أنه ده ممكن بعدين انت حالي حسبها ما فيش لعيب أم يده يساوي المبلغ ده والله العظيم مليون جنيه كتير قوي على أي العيب في مصر مليون كتير قوي في السنة إنما الملايين واحد تصالحه باربعين مليون واحد تخصمه بخمسين مليون واحد يجي بثمانين مليون لا كتير الأسعار دي كتير الآن ده واحد فرقة تكسب ده إحنا بسيبنا ده أنا بلعب نادي الأهلي في رمضان تلاتين رمضان بسيبنا نادي الأهلي كان في يوم الوقفة والتاني يوم العيد فاللايحة بتقول ناخد عشر جنيه المهندسة رسمان دخل المبروك العدية كمان خمسة قمسانين جنيه سقفنا بمليون جنيه مش بعشرين طبعا يعني انت فاهمني إنما أنت عشر جنيه برضو كتير كتير لا يعني مش زي يعني ميد واحد يكسب قدينه مئة ألف جنيه أو مئة تمانين ألف جنيه وبقى أنت يجي تجدد لوحد ويقول لك أنا راح لحل التلفونية ما أنا مش هتحايل اللعيب عندي ما فكرتش في حل يا كابتن فكرنا خلاص إحنا الحل اللي موجود عندنا بالناشئين لا لا أنا بكلم في الحل عموما لازم نقعد ونقننها ويبقى فيه سقف للتسعيد سقف وتسعيرها لللعيبة لأننا إحنا ما نضعش يدفع المباري الخليلية دي وبعدين النهاردة لازم تقنينا كمان نادي لي 2-3 لعيبة ما تفتحاش لو كمان حضرك قلت حاجة مهمة أنا أممكن ندفع بس أبقى مقتنع أبقى مقتنع اللعيب يسوي القيمة دي يعني شوفوا أنتوا الجيل بتاعكم أنتوا واللي قبلوكم مش هتكلم باع الأجال العمليقة اللي قبلوكم شوفوا أنتوا الجيل بتاعكم كان عادوا 15 ألف 30 ألف 50 ألف بالكتير شوفوا أنت الملايين دي تخوف تخوف فعلا وبعدين النهاردة الراندو ومشي من ديال المدريد راح لي فوينتس قبل ما يروح 105 مليون يورو وجابهم بيع الفانيلا انتهت للعيب في مصر بعت حتى شعره من شعره بلاش يعني مش عايزين نغلط بس عشان ما يزعلوش يعني ما فيش حد حتى يعني فانيلا حتى ب2 جنيه ما تتبع جاب الفلوس والله جابت انفئة لا جابه وطبع لازم يبقى فيه تخنين ولازم يبقى فيه تحدد انتقلات اللعيبة صيف وشتة يبقى كل نادي ليه 3-4 لعيبة هيقولك الانفتاح والمحترفين لا مش محترفين وياما قننها وبعدين قننها مع المدربين كمان فيش مدرب يبقى مغرق فرقتين ويشتغل مع الثالثة يروح يعزم لازم يبقى فيه عقد محترف يبقى الله يبقى ليه تدريب بس يبقى مغرق فرقتين مغرق فرقتين وروح يمسك الفرقة الثالثة أحسن من الفرقتين بالزبط محدش على كده كل ده بالعلاقات وبالسمسارة كل سمسار بياخد في الناس من المدرب أو العيبة وبعد سمسة هم اللي ولعين الدنيا بينه بينه العيف المسؤول والله كبير دايما نبقى مسؤولين العيف اللي بختار العيف اللي بختار يعني أنا أنت بتجيب لي فلوس يا سيدي ماشي أنت حر بقى لكن أنا أختارك على أساس إيه وبقتين بقت فيه حاجات الأسعار ميدو الأسعار بتخوف دلوقتي أسعار تخوف 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 يعني أنا جبت محمود وتقول لي لعب هايل ومؤدب وابن علال فيه كل الصفات كويسة وبتلعب محمود هو عادو هيخلص هلات آآ تدي ليسماعيلي كمان في المية محمود قال لي 20% آآ هي 20% بره بتلعب الأخر ثانية بتلعب بمدة العقد بتاعك يخلص 30-6 بتلعب غاية 30-6 بعد نتم إنما إحنا الثقافة بتاعت الاحتراف فهمينها غلط لا أنا ما فهمتش حتى تعيشين في المية دي يعني مجهوده يعني هو بدي 20% مجهود يدي 20% مجهوده للنادي أو محمود مصاب عشان تبعارف تمام ممكن نقوله عشان كده لا إنما بقولك خلاص مش هيديلك إنت خلاص واحد إنت بتديله عرضت على 4 مليون جاله 17 يعني يقض عندي 5 سنين هاخدهم في سنة هو معزور ما أنا أقوله ربنا وفاقك معزور إنما أنا ما أقدرش أديله لما أدي 10 لعيبة كل واحد 5 مليون ما أقدرش أدي 50 مليون مرتباء لخمسة وبعدين التانيين ده 2 وده 3 وده مليون ومش عارف إيه أقدرش 150 مليون أنا كنادي غلبان ما أقدرش أدفع الفلوس دي أنا معاك غير الناشئين غير الأكل الشرب المرتبات الحاجات دي حاجة ما تقدرش يعني أنت وضرائب ونور يعني كتير ها فيلم إنما أنا كنادي عندي تسعيرة تسعيرة بتاعتمجودة بقى عندنا شوية ناشئين الحمد لله كله بيمضى على بياض ودي بتخليك تروح تدور بقى في الأقاليم وفي الصعيد على العيبة أنا أقول لك والله كنت أحسن حد بصراحة بتلاقي العيبة في الإسماعيلي كانت غريبة وأفارقه كمان كنت بتجيبها أفارقه بس سميده أنا بعمل أنا لما بروح لدى الإسماعيلي بعمل لاختبارات ثلاث مرات يعني بنتهز أي وقف أجازة مدارس بعمل فترة اختبارات للعيبة فبيجي لي كل ما أخطر بالك رغم اللي السمرة ثلاث مرات في السنة مش مرة واحدة في السنة لا 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 فبيعملها بطريقة وبختار كويس يعني أنا مختار في لألفين واربعة مختار تلاث العيبة من الأجدمية رغم الأجدمية ويدفع فلوس عشان يجري ويعرم مختارهم هما اللي بيكسبوا ألفين واربعة ألفين وثلاثة مختار تلاثة برضو الصغيرين ما كونوش في الحزبان والنادي كان بمشيهم وبيجي لك لعبة كويسين كل عزيجي لإسماعيلي لأنه زي أنتوا بتبدأوا في مصر أول نمرة أحد بيجي لك مئة ألف الأهلي بعدين روح 75 الزمالك وبعدين روح 50 المأولين وبروح مش عارف 25 فيهن فبيجي لك أنت الخلاصة الأول مبي كابتل أمام الحمد تعرف برمي ناس كبير تبص وتشوف أمام حدين كان بياخد من عندنا كان عندنا مصر بياخد من عندنا عمل معه لا أنا زعلان من M.B لأنه ليه بس أقولك ليه لأنه M.B اتهموا لعيب عندنا بالتزوير لا دي الإسماعيل اللي لا يزور لا دي إسماعيل مش لا دي إسماعيل اللي يحتاج أنه يزور لعيب لأنه إحنا زي ما قلت لك أنا لما عدت مجلس الظاهرة قلت لهم أنا بلعبش على بطولة أنا عشان أبقى أنجحت في المكان اللي أنا فيه كل فرقة تديني تلغرب على لعيبة أنا خلاص بقولك أنا بتابها إن عامل 31 عق يعني ما فيش رئيس قطاع عامل 31 عق خلاص النجاح كله عند النماء عند الفرق الحمد لله عندي 97 وعندي 2003 في المربع الزهبي عندي 99 الأول الفرق اللي ماشي عندي وحش 2001 لأنه صبرت على الجهاز كتير وأنا عندي يميدو اللي بتغلب خمس متشات من المدفاق بتقيم بالنتائج بالنتائج لا أنا بص ولا بتقيم بالنرفع لا اللي بديني اللي بديني لعيبة بديني لعيبة بسيبه ويكمل أوكي يعني عندك أو اللي بحس إنه عمل طفرة عمل طفرة ما أنا بقول لك يديني تلطر بلعيبة يبقى مدرب كويس ما يدينيش لعيبة ويتغلب خلاص أنا بمشي أوكي لا يصلح بس أنا عناصر جيدة ما عناصر ما إحنا أقول لك 2001 عندي أحسن لعيبة تمام أحسن لعيبة في الدنيا تمام إنما نهاتيكم وسه سيئة لعبد الحدود بس كابتن أمام بيحبك جدا أنا كابتن أمام أنا بحبه أنا بص وإمبي بيقيني لك وإحنا بنحبهم وإحنا بنحبهم وإن زالت كده يعني لما إمبي لما إمبي الناشئين بيلعب أولاد النادي إمبي عمره ما كان ترتيبه كده لما بدأ يستورد شوفوا النادي الإمبي عامل إزاي بس هما أنا بقول لهم بلاش بتهموا الإسماعيلي الإسماعيلي مش محتاج إتهاء لا لا هتلاقي بس حاجة لا وعملين مذكرة في الاتحاد وروحنا للاتحاد وخدنا الواد وصور الواد وقالوا لمشي الواد ايه تصوير ايه الواد صغير يمشي لا يعني شوشرة أنا كنت أقضيهم بس عشان أنت تكلمت عشان خطك أنا مش أقضيهم وكانت أنهم بيحبك والله لا أنا كنت أقضيهم كالسيد عبد الرازق لا 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 أنا كنت أقضيهم كابني نادي الإسماعيلي لأنه شوشرة علينا يعني نمازج مشرفة كابتن بسرعة أقسم بالله أميد وأنا زعلان على أمبي إنه في الوضع ده لأنه أمبي ده نادي عريق ده كنت أنت بتيجي تعمل له ميت حساب ده ميت حساب حتى لما كنت تيجي تلعبه هتلعب أمبي زي ما تقول هلعب أهل وزمال دي حقيقة دي حقيقة يا رب يا رب يا كابتن لكن حضرك سرح التصريح كان قوي جدا بالنسبة لجميع الأهلوية قلت إن ناشئين الأهلي بيردعهم بطولات واللعبت الأهلي بيردعهم بطولات عشان كده ما فعلش بطولة تروح منهم لما كلموك عن مين اللي ياخد الدوري السنة دي بس التصريح ده هنتيجي نحسبها هو نادي الأهل هاخد كم بطولة ما شاء الله يعني أربعين دوري لما ياخد أربعين دوري من تسعة وستين يعني تسعة وعشرين بالزبط يعني في عندك كمان مش هنقول عندك هالي خمسة وعشرين نادي لإنه اللي بيطلع وينزل ومش هافيه هنقول خمسة وعشرين نادي اخدين عشرين بطولة مش كده ولا إيه كمان يبقى يبقى ده بيردعهم بطولات وانا بيضعوش بطولات دي معلش يبقى ردعهم بطولات دي حاجة الحاجة التانية نادي الأهلي قلعة كبيرة من يوم حتى أي لعيب بيخرج من نادي الأهلي أو نادي الأهلي بيمشيه عمر ما فيه واحد مسى نادي الأهلي عمر ما واحد تكلم عن نادي الأهلي أي كلمة ودي طبعا دي صقافة إدارات وجمهير الحاجة التالتة أنه ما يعرفوش التعادل يعني من سنتين لما طلع التالت في كاس العالم كان الأهلي مش بعيد عن البطولة زي السنة نادي الأهلي كان بطولة أنا قلتهم الأهلي هاخد البطولة والسنة فاتت درهم أن نادي الأهلي هيلعب في البطولة لما عمد متع بنزل وقال بطولة أفريقية تجيبوها بدماغ قلت ده برة الحزبان قلتهم نادي يعني ما عرفش الهزيمة لأنه اللعيبة بيجيبوهم بيردعوهم بطولات أنا قلت من الزمان قلتهم بيجيبوه قلتهم بدل ما يقول لما بتولد إذا تولد أهلاوي أو أبو أهلاوي والدته أهلاوي أول ما تولد بيقول لك بطولة أهلي قلتهم كده يعني بس دحية أنا يعني ما بجملش نادي الأهلي نادي بطولات لما يبقى أخد لي 40 دوري وأخد لي 18 كاس ولا 17 كاس أخد لي 10 أفريكا منهم 5 صوبر طب يبقى نادي بطولات الله طب هما بيقارنوا بريال مدريد وليفونتس ليه ما نادي الأهلي ثالث نادي في العالم بتخانب بالبطولات دي يبقى نادي بطولات أنا مش هده بطولات بالضبط ولا عاوز أقول لك ده نادي وحش وبيتضرب ويتغلب وهم عندي وبعدين بكل نجوم مصر يعني طالعين من نادي الأهلي منتخب مصر كان الأول أيام الجيل بتاعنا كان ملعب واحد أو اتنين من نادي أهلي والزمالي بطبقى فرح مصر بتنور النهارده 88 و10 من الأهلي وسبعة من زمالي بقى نادي بطولات يعني نادي بطولات بطولات بعدين أي نادي بياخد بطولة من نادي الأهلي وهو موجود فيها البطولة بتحسب ب10 يعني كل البطولات الإسماعيل يخذها خدها من نادي الأهلي والزمالي يعني البطولات كلي خدها مك فتحسب لي بكتير إنما واحد أخذ 40 دوره ما قدش علينا ده بطولات يعني أقول عليه إيه يعني أجدب وبعدين أي 11 بلعبه معرفوش غير رفوز شخصية الأهل شخصية الأهل كده إنما تعال أيناتي يقول له إحنا عاوزين نفضل في نص الجدول إحنا مش عاوزين ننزل ياريت نبقى في المربع ده كل طموحاته إنما طح تنجد الأهل لأول وبعدين عنده ميزة أنا أقولها ده ما على طول قلتهم لما بركب ما بنزلش يعني دايما نقول لهم لما بركب الدور ما بينزلش يعني كل بطولات الأهل وإسماعيلي ماشيين مع بعض قلتهم الأهلي لما إحنا كنا الأول السنة اللي فاتت وفرقين لما ركب الأهلي إحنا بعدها 24 بنتفار كتير فدي حقيقة ميدة مش مجاملة يعني الجمهور الأهلوية بتستمتع دايماً بلكرات الأهلي والإسماعيلي طبعاً بتشوف الكرة الجميلة قوي فيهم أنت كنت بتلعب ماتش أربعة أربعة لا ما كنتش بلعب بيتزعى على طول أجمل ماتش الأهل وإسماعيلي كلها بطولات أجمل بتلعب نادي كبير ولعب مفتوح وتلعب ناديين كبار أهل كبير والإسماعيلي كبير والزمالك والإسماعيلي كبار والأهل والزمالك كبار قوي لما بتلعب مع الأندية دي بتبقى الجمهور كلها بتستمتع غير لما لعب فرقة نازل أكسابها إنما بيبقى أنت لغاية أربعة أربعة ما فيش طبعاً أقولك أربعة ثلاثة في إسماعيلي بتاع محمد رمضان لما أجاب هاتريك أنا كنت قد ماكس دارقة كنت مسؤول عن كورة مش فعى كورة فقلت يا رب تأتيه للحكم مش عارف مين هيكسب يعني الأهل كسبان أربعة ثلاثة وإحنا مضايعين ضربة جزاء والأهل بضيع وإحنا بنضيع الأهل بضيع وإحنا بنضيع يعني المتعة كلها فأنت لما تلعب نادي كبير كان ماتش دافينا كبتل في إسكندرية كان مرحوم أحمد رزق اللي حط الكورة فيه حطها بشمال ويمينه وفي إستاد الخارة أربعة أربعة في إستاد الخارة من أجمل المتشاهد من أجمل المتشاهد أنا أقول لك أنا أنت بتفرج على بيبو ربنا ديو الصحة رب وتروح للعب مخصوص لبيبو يعملها والله العظيم أميته تترفع له واخد على السدر وينزر وعملها كده وروح ماشي جون وماشي يعني عارف راح أتمتع الخطيب راح أتمتع عندك بقى مصطفى يونس عندك حسن عمد عندك مصطفى عبدو عندك اللعيبة مش عاوز أنسى حد أشان ماتجزة أنور سلامة صلى حسن دول مجموعة كلهم فدول عملوا اسم النادي أهلي بعد كاب صالح بقى والعماليقة الكبار أنا ما حضرتش بقى التتشو دول أنا ما يعني ما سامع بس إنما أنا بقول لك المجموعة اللي حضرت دي يعني أنا كنت بامشي وراهم وأقول يا كابتن أنا 16 سنة وشوية ودول 27 و 28 ما درش أقول له واحد باسمه يعني فنجيل لله أحمه كان يقول لي بزوكا اهدى بزوكا اهدى قال له حضرت كابتن حضرت كابتن يعني تقدرش تهدى أجيال عظيمة أه طبعا أجيال عظيمة أه طبعا يعني أرجع لك الإسماعيلي تاني عشان أعرف الإسماعيلي عاشقك ومعشوق الجماعية الإسماعيلوية حضرتك قلت لي إن فيه ثقافة دلوقت في الجماعية الإسماعيلوية أنا بتبني فريق أه وإمتى يرجعوا يقولوا إسمع عليها ستة كورة في إيمان وفاكر هما بيقولوا أغاني دلوقت تميدهم فاكر إسمع عليها ستة كورة ده رويش هما دلوقتي إحنا طبعا السنة اللي فاتت كنا ماشيين كويس قوي قوي قبل نعمل الغص اللي عملناه فطمعوا الناس في الدوري فلما جاء الأهلي ركب وركب جامد ودى احضرنا فخلاص فيه لعبة شعزة تجدد فلما مشوا اللي عندنا دول جبنا ناس المفروض إحنا عملنا تجربة الشيحة الله رحمه عمل تجربة سنة التسعين فقال لك أنا هعمل فكرة أعمل فرقة مش هاخد دوري السنة دي مش حد عارفه آه جاب ناس مغمورين بالزبط جنبي كان فيه موجود فوز جماله موجود سعفان وموجود أحمد رزق وموجود كثير مجموعة كانت موجود وعطف عبد العزيز كان موجود جاب ناس كلهم من برة جابنا من الأقليم ودرجة تانية خد الدوري فنجح التجربة احنا حبينا نعملها بس لأسف أن فيه ناس اخترناهم فالتشارت بتاع النادي كبير عليهم يعني مدناش أو اتخضوا أو حسبوها المبلغ اللي هناخده يعني فضله عدل كفاية يعني عارف طمحاتهم بقت كده بس إنما احنا عندنا ناس يعني عندك هدف الدوري تسعة وصعين كل ما تش بيجيب له هدف وهدفين انت عاوز ايه وبعدين عندك فرودة كتير وانت مدي حوالي تسعة اعراض السنة دي وبعدين عندك سبعة وتسعين اخر بطولة ليهم عندنا تمانية تمان لعيبة تمانية وصعين فهتتلغي المسابقة بتاعت فهنضمه يمكن مش هنفعل عمنا تسعة وصعين لعمله تمانية وصعين هنضم ناس من تسعة وصعين من الفين و الفين و واحد لتسعة وصعين يعني هنعمل تشكيلة فأنا بقولك وبوعدك ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله الاسماعيلي هيقود وهيقود كما كان ان شاء الله الاسماعيلي الاسماعيلي ان شاء الله خلي بالك كابتن كلمت في نقطة مهمة جدا لما كابتن شحتها عمل فرقة مغمورة معظمها كان محدش عارف عنه حاجة أحداك بتقول بيجد التقربة لكن التشيرت كان تقيل أو ما يكتفه بالفلوس بس خلي بالك شخصية المدرب بتفرق برضو طبعا في الشكل طبعا كابتن شحتها بشخصيته هو عارف وبيعمل ايه اه طبعا لا الشخصية طبعا اي مدرب بيبقى من شخصيته في المدرب بيبقى 50% تدريبيا خطبالك انما شخصيته بتكمله الـ 50% التانية وفي المدرب بيبقى 80% بس شخصيته ضعيفة لا المدرب بيفرق طبعا بيفرق بيفرق طبعا انما انا بقول لك يا ريت يرجع كالاول ونعود لمدربيننا الوطنيين بس مش اللي بيتنقلوا على هاو اللي هو الكراسي الموسيقية الخمسة اللي بيشتغلوا في السوق ده لا يبقى عندنا مدربين ولياخد فرصة نسنده يعني نقف وراه من منجيش بواحد تغلب ماتش ولا ماتشين روح شايلينه لا ندي فرصة الولاد النادي وبعدين انت شوف انت بطولات النادي الانت عندك السايس ما كانش حد عرف السايس اخذ بطولة عندك انو السلام اخذ بطولة عندك يعني عندك الولاد النادي عندك خذين بطولات سيبك من طبعا اسمه ايه ده المجري كوفاتش اسمه ايه المجري المجري بتاعكم مين الراجل المجري اللي خد سفع بطولات عندنا هيدوكوتي هيدوكوتي لو ما خدش البطولات لو ما خدش البطولات مش خلوه مجري ده خلوه الشاش عنده بقى احسن مجموعة كورة جابتهم مصر عنده الخطيب وعنده حسن حمد وعنده مصطفى يونس وعنده احمد شبير وعنده سبت البطل وعنده مجموعة تكسبه وبعدين المجموعة دي مشت جيت انت المجموعة اللي بعدين فلازم ياخد بطولات عنده احسن لعيبة في الدنيا مش في مصر في الدنيا كان المنتقب بلعب منه 8 او 7 او ندل اهل عراطون فدي فيه مدربين بيبقوا مرزقين زي جوزيه برضه عنده احسن لعيبة في مصر يعني اعجاب بركات وعنده ابو تريكا وعنده احمد حسن وعنده والمعاية الاسماء الشرمنسية كتير لا مشاه الله عنده اللجومة وياخد لازم ياخد بطولة انما البطولة اللي تاخدها بعرقك انه لعبتك انت اللي بطلحه من تحت عشان كده انا بقول لك نادي الاهلي ناشيئينه السنادي عاملين طفرة كويسة وبهني مصطفى شبير لانه كان بلعب نورات صغيرة تخيل لما يلعب الاسماعيل الواحد في اسماعيل ويخرج تعادل معنا ويخرج زعلان يعني شايل يجي خمس ست جوال ويخرج زعلان اهلوية لكن كابتن حضراتك بتكلم عن دور المدرب وانا هقول لحضراتك على حاجة ممكن حضراتك توفقني او ترفض الفكرة اللي بينطقي المدرب لازم اللي ينطقي المدرب او اللي ما يعملش ماتشا وماتشين يخسر فيهم وهو الراجل ممكن يعمل بعدكها تفرع فيمشي فيخسر كل حاجة وممكن حد يبقى انطقي المدرب هو اصلا من بعيد عن القصة خالص فهيجيبه ماتشا وماتشين يمشي يجيب بعدكها بس ده دور السمسرة السمسار هو بيخش بلف على الناس زي ما انت قلت في ناس بتبقى فهمة اللي بتجيب مدرب يعني وفي ناس مش فهمة في ناس بيقى فهمة وناس مش فهم بس انا اعوذك يعني نادي الاهلي جايب طبعا جايب احسن مدربين جايب هيدكوتي طبعا مش عاوز اقول احسن مدربين عشان معانا عيبة كويسين نادي الاسماعيلي نفس الحكاية نادي الزمالك نفس الحكاية يعني عندك نادي الزمالك الراجل ده ما عندوش يعني انا بس شخصيا انا شخصيا فرض الزمالك تاخد بطولة لوحدها. انما مش بالراجل ده. يعني الراجل ده بيعاند وما بيغير. يعني مش حاوز اتكلم برضو عليه. بصرف النظر بس. اه عندكم. شفت بقى شخصية المدرب. اه. حتى لو كان معك نجوم لكن لازم معك شخصية مدرب. اما ليه بهم. يعني الاهلي بنجوم ولو ما كانش معهم شخصية زي الجزية. شخصية زي ديكوتي. شخصية زي 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 ايا كان. ما كان لك بس ساميده انت بتجربرنا في الكلام. انادي الاهلي. انادي الاهلي لما يبقى عنده مدرب عنده شخصية. مال مين اللي? انا بتكلم. اقول لي بس. انا بتكلم في كده. المدرب تبقى ليه دور. اه طبعا ليه دور كبير. وطبعا فيه لعبة بيبقوا مقتنعين بيه بيحترموه شخصيته قوية. ما بيتنانش. فيه مدربين اللعبة برد عليهم. يعني فيه مدرب هو بتكلم في محاضرة اقول له هتعمل كزا كزا. وانا هعمل. لا فيه مدربين ترمي الابرة تسمع صوتها. وفيه مدربين لا. فيه اللي. وبقى ليه فيه مدربين ارسلية عاوزين يعيشو. بقول حضره نعم فيه مدربين محدش يجرى يخش الاوضة بتاعته. بالزبط. يعني فيه مدربين. بالزبط. في الطايم. انت عارف احنا هنا كل مصر هنا عاوز تخش الاوضة وتتكلم. لا فيه مدربين اجانب قوي. محدش بخش اقطه. بس بها دي شخصيته مدربة. بزد. وشخصيته بتدي له خمسين في المئة تدريبيا. بزد. اكبت ان حضر لك مع مقولة لعيب شكل النادي. اه. اجيب لعيب شكل النادي. اه. يعني اجيب لعيب مثلا شكل نادي لاسماعيلي. اجيب لعيب شكل نادي اهلي. اجيب لعيب شكل ايا ايا كان النادي ايه. ولا اللعيب لما بيجي انا بخليه شكل المكان يعني أنت لما بتنطقي لعيبة للإسماعيلي بتجيبهم شكل النادي الإسماعيلي اللي هو بقى اللعب الصغير واللعب الحريف الشكل النادي الإسماعيلي دي عملها المهندسي برامة أصمان ونجح فيها قبل جدا وبحاول تجربها دلوقتي بس لأسف في ناس خزلوه يعني من ناس اللي جم ما قدروشي تشيرت بتاع النادي إنما أنا بجيب أنا بجيلي يعني عندنا عندكم شهدي يعني شهدي مش حريف قوي وتعلمسه ولعبة لما يجلس معالية بقى اللي أمسه ولعبة مش عارفه فأنت بتيجي في شخصية النادي بتاعك بتعوده على طريقة إذا أنتو النادي الأهلي أنا وقتلك في الأول ما فيش مخلوق يجرؤ بعد ما يمشي النادي الأهلي بتكلم عن نادي الأهلي لا فيه لعيبة بيردحوا لأنت اللي بيخرجوا من نادي أي نادي تاني بيفرشوا لهم الملاية واردحوا لهم فدي شخصية دي شخصية نادي الأهلي سؤالك على حاجة أنت لو ما حضرتك على مبادئ ليك مبادئ هنا مش شايف حاجة تكلم فيها فعلا أنا بقول لك ميدو أنا عدت سنة مع نادي الأهلي وتعاملت معهم ولما تدوني الملاعب وتعاملت معهم وعارف أنا بتعامل معهمين وباجأ زورهم وكلام ده أنا عارف بتعامل معهمين نادي أول نادي مبادئ ونادي خلقان ونادي من الأنديال المحترمة فكل اللي بيجي بيتطبع بنادي الأهلي كل اللي بيجي بيتطبع بطريقة وأسلوب نادي الأهلي زي اللي بيجي نادي إسماعيلي بيتطبع بيلعب نادي إسماعيلي ما إحنا من الأسما بنمرنوش وبنحفظ ويلعب ببطن القدم مش القدم مش الخارجي لا حتى مهريا هو بيجي بيتطبع بطابة اللعيب الواجدين فبيأخذ الشكل بتاع نادي الإسماعيلي وفيه طبعا بيجي الفانيلا بتبقى بحبها وعاوز يبوس الفانيلا بعدين الموضة نسيت تحكي لك كل لعيب من اللعيب المصيين تلعي مسك الفانيلا يبوسها تعرف ان ده ماشي السنة اول ما تلعي بس يبوس الفانيلا فاي الموضة كلها ده عمالي يبوس لي الدبلة الدبلة ايه يعني ما مش عارس طب احنا عيامها لكنا بندوس حاجة موضوع اختلف باك ما بنبوس حد ولا حاجة الموضوع اختلف لو قلت لك خمس لعيبة نفسك يروح من اسماعيل من هادل اهلي اختار مين اي لعيب يسيب من الاهل اختاروا يبقى عندي شوفتها جماعة كابتن قلتلكو حلقة تبقى مميزة جدا لا انا ما ده مش مكاملة لا مش مكاملة لا عارف وقتنا عادي لانه بيجي للفوز يعني بيجي عارف عاوز يكسر عاوز بطولة بيجي عاوز بطولة جاي رادع بطولة يعني مكتوب على وشه بتاع البطولات بتاع البطولات تعالنا نتكلم عن المنتخب شوية ونرجع تاني نتكلم عن الاهلي والاسماعيلي بس قبل ما نتكلم تعال نشوف تقرير مع السادة مشهدين عن المنتخب ونرجع نكمل مع الكابتن الجميل النجم الكابتن سيد باززوكا بعد ان حسم تاهله لنهايات كاسي الامم الافريقية 2019 بفوز على المنتخب التونسي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب نوفمبر الماضي يخوض المنتخب الوطني الاول لكرة القدم في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل مبارته في الجولة السادسة والاخيرة في مشواره بالتصفية المؤهلة لكاسي الامم الافريقية وذلك امام منتخب النيجر على ملعب سيني كونشي ضمن لقاءات المجموعة العاشرة منتخب الفراعن حقق فوزا كبيرا على حساب نظير التونسي بنتيجة ثلاثة هداف مقابل هدفين واصل الفريق المصري للنقطة الثانية عشرة متساويا بنفس الرصيد مع نسور قرطاج حيث سيدخل زملاء محمد صلاح هذا اللقاء الذي يعد بمثابة تحصيل حاصل بعد ان ضامنوا التاهلاء لنهايات امم افريقيا الفين وتسعة عشر التي ستقام في مصر الصيف المقبل المكسيكي خافير اجيري المدير الفني للفراعن يرغب في تحقيق الاستفادة الكاملة من لقاء النيجر بتجربة عدد من الوجوه الجديدة التي تشارك لاول مرة مع الفريق وتبحث عن فرصة حقيقية لاستثمار غياب العناصر الاساسية هو الامر الذي فتح الباب امام منح الفرصة للصاعديين في بعض المراكز اربع مباريات رسمية هي حصيلة مشوار المنتخب المصري تحت قيادة اجيري منذ توليه مسئولية الفراعن اغسطس الماضي وذلك خلفا للارجنتيني المخضرم هيكتور كوبر الذي رحل بعد اخفاق مونديال روسيا الفين وثمانية عشر ليدشن المدرب القادم من امريكا شمالية ولايته بعلامة كاملة وباربعة انتصارات احرز منتخب مصر خمسة عشر هدفا واهتزت الشباك بثلاثة اهداف فقط بعد الفوز العريض على النيجر في برج العرب بستة اهداف من دون رد التغلب على منتخب سويزيلاند باربعة اهداف مقابل هدف ذهابا وادفين من دون رد ايابا قبل رد الدين الى المنتخب التونسي بنتيجة ثلاثة لاثنين وفضل اشتباك على صدارة الترتيب بعد هزيمته في مباراة الذهاب امام نصور قرطاج بهدف النظيف قبل تولي اجيري المسئولية الفنية للمنتخب الوطني اهداف الفراعناء جاءت عن طريق عشرة لاعبين هو ما يعكس الاداء الجماعي لتشكيلة المنتخب مع اجيري سواء في الدفاع او الوسط او الهجوم يعد جنح ليفربول الانجليزية المتألق محمد صلاح هو هدف الفراعناء في عهد اجيري احرز اربعة اهداف يليه ماروان محسن ومحمود حسن تريزيجي بواقع هدفين ثم هدف واحد لكل منه ايمن اشرف احمد المحمدي اعلن بحضراتكم الجديد كابتن سيد شايف منتخب مصر مع اجيري وايه حظوظه في البطولة الافريقية القدمة في مصر ان شاء الله هناخدها لان احنا اصحاب سبع بطولات خدناها قبل كده 2006 و86 خدناها فدي فرصة انك بتلعف مصر وبعدين زمان ما كانش عندك كمية المحترفين دي يعني يكفي عندك محمد صلاح ربنا يبدع عنه الاصابات يا رب كي يكفي محمد صلاح لوحده محمد صلاح النهاردة زي ميسي ومشا الله زي كريسيانو نفس كده هم اللي جمعوا يكسبوا الناد بعدين عندك النهاردة طلعا زكرت محمد صلاح بقى شايف محمد صلاح الفترة دي الضغط اللي عليه في الاهداف وبقى ان الواد مانو دا واللماندو دا عمل يجيب اهداف يعملها كده اللي عيها سادي ومانين اه يعني محمد صلاح عمله جول بقول لها تجول هو محمد صلاح في واحدك المفروض يلعبها له ما عملهاش بس سادي ومانين اللي عيب جامد اه جامد بس مين اللي بلعبه وبعدين محمد صلاح ممسوك على طول اتنين مسكين فسيب له الجنينة يلعب فيها سيب له جنينة فياريت محمد صلاح الضغط اللي عليه كلنا ندقيله بلاش نقول بقى باخد كام في الاسبوع ده بحسبوله باخد كام في الاسبوع في اليوم اه لا انا عاوز يعني ربنا يكرمه فعندنا منتخب هنا ولو اننا زعلان لانه في ناس حقهم متهضم يعني كان مفروض احنا النهاردة عندنا منتخب وعندنا فترة اجازة كتير كان مفروض كل يوم ثلاث اجيب اتنين وعشرين او اربعة عشرين لعب جداد واشوفهم مع بعض تمرين واحد بدل الاعدى اي مدرب من الموجودين الثلاثة الموجودين يعملون ويختروهم أنا كنا ك Snail زمان بس احنا كنا الاخضر والاحمر يعملوها ينقق واحد من انا في لعبة ظلم ونما هو لا انا يعني كتير انا مش عاوز بقى اسم واحد عن واحد لا اكتير طب خلاف الاسماعيلي عندنا محمد فأل اي لازم نروح منتخب بقى اهل محمد لازم نروح منتخب عندنا اللاعبة الصغير لازم نروح منتخب ما انا مش عشان الاسماعيلي لا 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 فيه لعيف في المصر بس مشهول أسماء لازم يروح للمنتخب فيه لعيف في المخصة لازم يروح للمنتخب فيه لعيف في أمبي لازم يروح للمنتخب فيه في المعاولين اتنين لازم يروح للمنتخب إنما مش هاخد الكمية دي كتير إنما يبقوا موجودين على البنشات يديهم فرصة أخد واحد المرة دي اتنين المرة دي إنما مش معمولة عن ناس مش معاولة أننا أنه فيه أندي يبقى سبعة وثمانية وكل أخد ستاشر واحد منهم او طمانتاشر واحد على طول. لا. انا عندي اندي وعندي انديها مكافة. وعندي تحت ما انا اجيب من تحت. ما انا كنت عامل التجربة بتاعت المنتخب الوطن التالي. لما يسمون المحليين دلوقتي افريقيا. عندي تلاتة وعشرين بتبقوا بالماليين لغاية دلوقتي. بقى لهم عشر سنين. هما اللي بتبقوا بالماليين لغاية دلوقتي. فدي تجربة انك تشوف الناس دي. بتدي الناس حوقها. يعني بعدين النهاردة انت عندك يعني مش عاوز بلاش نتكلم عن المناهة. عن قول ربنا يوفقهم. عندنا فرصة اننا بنلعب في بلدنا. عندك مجلس ادارة اتحاد الكورة. كلهم راضيين. عاملين للراجل كل ما يخطر في بالك. يعني ما فيش حجة. كل ما يخطر في بالك. مع مدير كورة ناجح لابعد الحدود او مدير اداري. المهندس لهيطة. مش مخليهم محتاج حاجة. مش محتاج حاجة. يعني عندهم فرصة انك بتلعب في بلدك والرئيس هيحضر. والرئيس مراع البطولة دي. والبطولة دي احنا اخدينها سياسيا. مش اخدينها رياضيا. معاي. احنا اخدينها سياسيا. معاي. فالمفروض نحافظ عليها وناخدها. تبقى تمنى ما حصلش في تاريخ الكورة المصرية. انه منتخب ياخد تمن بطولات افريقية. كابتن شايف ان مدير فاني المنتخب الوطني لازم يعمل سياسة. او يعمل فترة. ثلاث سنين. اربع سنين. سنتين. يعمل خطة. اه. خطة كسرة المدى. هده كده بقى ثلاث سنين. خطة طويلة المدى. اه. يبقى لها تارجد معين لها هدف معين. ولا احنا بنقول مدرب تعالى اشتغل. لا لا لازم يبقى زي ما حضرتك قلت. انت طبعا كابتن كبير وعارف عاجة دي. لازم يقعد على الأربع سنين. وانتقي بقى الموديل فني. ومش شرط يبقى اكفاء طبعا اهلو زمانك اكفاء. نعم ممكن ازوء من اي نادي تاني. يعني زوء واحد اتنين يتعلموا على الأقل. يتعلموا لما. انتنا بتشوف الهيد كوتش ده مع خمسة مساعدين. اي هيد كوتش. بس احنا في مصر هنا الهيد كوتش بنعلي مدير فني ومدرب عام ودرب مساعد. لا الهيد كوتش ده الراجل الكبير. معه خمسة مساعدين لهم بزا. خمسة مساعدين. ليه ما نبقاش احنا زي كده. وابقى عندنا دولات عندك اتحاد الكورة كلهم راضيين. وكلهم بيسعوا انه البطولة تنجح. والرئيس طبعا البطولة تحت رئيس. تحدي كبير. تحدي جميل. انا بقول لك نادي الاسماعيلي ما عندناش قوضة نعود فيها. ميده والله العظيم عندنا قوضة فيها. هدوا النادي ككل. طبعا هو بيعملوا الاحسن. بس انا يعني ما معرفش يعني مش الهد النادي ده كله. مش محتاج الهد ده كله. بس بعد البطولة بس اه. او كان بقى شوية يعني كان عمزة كراكة شوية. انا عاوز بس انا عاوز اوجه رسالة بس لندين العملاقين الكبار اوي الاهل والزمالك. انا كنت اسألك عن مبارات الكمال. اه عندكم انا برضو اسألك اه انا دين الكبار انتو اكبر نديين عظماء في انجلترا بيبدأ بليفربول والارسنال بيفتتم الدوري. يعني احنا كمان في مص نبدأ بطولة الدوري. اول يوم في الدوري نبدأ بطولة الدوري توي بين الاهل والزمالك. اكبر نديين في مصر جمهريا وماديا ولعيبة. وكل ما اختر في بالك. وملاعب كل ما اختر في بالك. اتمنى ماتش يوم تلاتين يطلع ماتش. كل مصر هتفرج على الماتش. كل الوطن العربي هتفرج على الماتش. اتمنى الروح. اتمنى لعب ومورال اكسب نقوله مبروك. اتمنى من نسمعش من جمهير اي لفظ. اتمنى نبقى نوري الناس ان احنا اكبر نديين احنا العملاقين بتوع مصر. اكبر نديين عربيا وافريقيا. بعد سمعت ندمات في اوروبا كويسة. اتمنى اللاعيبة يمسكوا نفسهم. لعبة الاهل والزمالك يمسكوا نفسهم. الماتش ده بترتبونت. اللي يكسب نقوله مبروك. اللي يخصر نروه رضاك. لسه فضل ثمن مباريات. او عشر مباريات. اللي يخصر هيقدر يقدر يعود. وهي دي بطولة دولي. لا بس انت قلت لو الاهل يركب ما بنزلش. ما انا بقول لك لو ريكل ما ينزلش. اه اه. هو كده ما اقسم بطولات. مش عاوز يقفل ثقة. بس زي مالك السندي عامل شغل كويس جاب ين لعبة كويسين. عاملين صرح كويس. الحقيقة. دي شهادة لله. عندهم لعب كويسة. بدأوا يعني فرقا. السندي فرقة محترمة. فرقة كويسة. بدأوا يلعبوا. بقى عندنا عندنا ويمكن برمز كمان حل الدوري. بقى التالت. اهل اسماعيلي بعد. بس جاله المصري. وجاله برمز جالهم. وجال الجماهير ترجع كمان تحدث. الجماهير. لا بس انا اتمنى محدش شجن بقى. لان احنا عندنا عملقة. ما اتمنى انه محدش يتمث من العمليقة بتوعنا. اكيد. اللي بيقعد على كرسي رأس نادي دا عملاقة. اتمنى محدش يتمث. اتمنى انه يوم يبقى يوم رياضي يوم جميل كان زمان ميدو عندنا. احنا كنا بنغير من الاهل والزمالك. مش بنغير يعني بنغير بعنا. انغيرة. لأ كنا بنزعل كنا احنا نلعب في يوم والأهل والزمالك لوحدهم في يوم فكا احنا كنا نلعب كلنا منتخبات نصه وكان احنا بنلعب في نصف الأهل وزمالك ملعبوه إنما كان الأهل والزمالك ليهم وضعهم الخاص أتمنى الوضع ده يرجع تاني وهو رجع المتشم 30 لوحدهم أتمنى أننا نشوف مباراة تليغ باسم النادين الكبار بإذن الله يا كابتن نادي الأهل طول عمره محافظ على شكله محافظ على جمهوره محافظ على كل حاجة بصراحة وكل نادي أكيد بيبقى أي شكل معين تعالى قبل ما أسألك عن أوجه الاختلاف بين كوبر وأجيري تعالى نشوف تقرير عن أروح الجماهير في البطولة الأفريقية إن شاء الله المنتخب يعمل أداة كويس وطمننا قبل البطولة الأفريقية إن شاء الله ونكون في حافظ كده نكون من الطمينين وكون عندنا سيكة إن إحنا زي البطولة اللي فاتت إحنا مكناش يعني داخلين إحنا ممكن إن كنوا يطلع بدور الأول في أي وقت إنما البطولة دي إن شاء الله في حافظ كبير أولي هتبع على أرضنا وإن شاء الله اللعبها تطمننا وكل الفرع اللي في الدوري أداها ممتاز إن شاء الله ماتش تحيري البطولة وإن شاء الله أن نطمن على عائبتنا وكل اللعبها كلها تكون في مستواها ولو في اللعبها مصابة أو حاجة إن شاء الله ترجع تلحق قبل البطولة طبعا ماتش خالص بقى التحصيل حاصل إن إحنا نستطيف البطولة وإحنا مرضو سعادة بس يعني يبقى كويس بقى أنه يشوف أنا أعرف إنه جاب ناس جديدة يعني في ناس أصلا ما كانتش بيتروح خالص برحمان مجدي وإسماعيلي وفي ناس كتيرة كانتش بيتروح يعني في دي فرصة كويسة إنه نشوف النس دي إيه عشان لو هي حط حد منهم قدام يعني هو حاجة نكسب جيل جديد يعني طبعا منتخب مصر المباراة الجاية ديت مباراة إن كانها مباراة ودية أو حبية فإحنا عاوزين نتفرج على كورة مش عاوزين إنه إحنا نتفرج على ماتش زي قلتو إنه ده بيباين مستوى المنتخب إذا كان هينفع في الماتشاط اللي جاية بعد كده الرسمية أو لا فعاوزين نتفرج عشان نشجع بنفسي ما نبقاش كده عاديين سكتين مستوى الفريق عاوزينه يبقى أحسن عشان جاي بطولة أفريقية لازم أن نكون على أعلى مستوى عشان نبقى قد الفرق اللي دخلة فيها ما نبقاش فريق بيقدي وخلاص لا عاوزين بطولة مش عاوزين خصوصاً على أرضنا شايفوا ماتش سهل جداً للمتخب مصر يعني من السهل نحن نتخطوه وبفرصة نحن نجرب العيبة جديدة في المنتخب يعني زي عمار حمدي زي أحمد الشناوي لو نحن نتجربه في حرص ما نرجع للمستوى تاني نجرب مثلاً محمد هاني ندي له فرصة من أول الماتش أنه بقريت وهو مستبد كبير جداً لمصر هتمنى يعني نتغرناش عن الأسناء دي لأنها دول مستابل إحنا نحتاجها مش في كاس أم أفريكية بس لا في كاس العالم تشغل اللي جاي من رأي من أقوى منتخبين مرشحين للفوز بكاس أم أفريكية الجاي منتخب مصر ومنتخب السنغال دي أول حاجة التاني حاجة منتخب مصر بيقدم مستوى حلو أداء كويس عن الأول بكتير تحسن شوية بس محتاجين برضو تدريبات حلوة ومحتاجين برضو إن إحنا الإمكانية بتاعتنا نحن نعليها والتدريبات اللياقة والبنانية والحاجات دي نحن نعلم من نفسنا شوية ونبز المجهود شوية عشان نبقى أحسن من اللي إحنا فيه بس بإذن الله هنفوز موتش دعوة إن شاء الله موتش يبقى سعلي بالنسبة لنا وكي كده تحصل حاصل الإضافات الجديدة تشتغل كويس إن شاء الله بس فيه لعبة لازم تنضم زي مراوان محسن لازم يخش قايمة ولازم مستهى اللي هو أحمد علي بتاع المقاولين لازم برضا كن ياخد فرصة بس هوا إن شاء الله اللي موجودين الشباب وصغيرين إن شاء الله يبقوا قد المسئولية وإن شاء الله ياخدوا فرصة ويبقوا على قد المسؤولية اللي ما فيها يعني نعم بحضراتكم من جديد كابتن سيد يعني الجماهير المصرية كلها عايزة أداء وعايزة مكسب بالنسبة لمنتخبها هل عندنا من القدرة كالقيادة فنية وكلعيبة أنها هنعمل أداء بمكسب تواصل المدرب اللي جاء ده هجومي ده بحبي هاجم اللي قبله طبعا بحبي دافئ يعني مش عايزة تغلب إنما ده بس أنا ده برضو يريد يبص زي فيه عندك مروان محسن لازم يروح الأخ المشجع بتاع المنتخب يليك مروان محسن لازم يروح مدعا لازم يروح لازم يبص نظرها للناس تنين يجدد الدماء يعني فيه واحد اسمه بسام ده ما مفروض على المنتخب ما عرفش علاقته بإيه بالناس دول بيجي من جلترة ما بيملعبش علاماتش الغدلات وبييجي كل من معسكرات بييجي لا فيه فرق بين المدرب السابق وده السابق كان عاوز بدافع ما يخسرش وده بهاجم على طول فدي تتحسب له تمام آخر سؤال هسأله لك الأهلي قادر على حسم البطولة الأفريقية؟ آه طبعاً اللي أبصها الأهلي طالما ركب خلاص برد خلاص انسى والأهلي مدمن بطولات يعني في نادي مدمن بطولات فكذا مرة يبقى بعيد وياخد البطولة وبعدين يهمه يلعب في كاس العالم فيهمه ياخد البطولة ياخد السوبر شي يلعب في كاس العالم يهمه كده وده تخطيط نادي الأهلي مش ما أقولك فيه عنده بتخطط إنه يبقى في الجدول ما نزلش ياريت أخدش مربع الزهبي إنما لا ده ما عنده البطولة البطولة يعني مكتوب على وشه البطولة 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 كل التوفيق ليك كابتن وبتشرف بيك والله وأكيد الجماهير يستمتعت بيك وكل التوفيق نادي الإسماعيل اللي احنا بنكنله كل احترام وتقدير ونفسنا يرجع إسماعيل تالي عشان نستمتع بالكرة حلوة تعدى الرويش وإن شاء الله يرجع في قرب وقت وأنا بشكرك أميدو كنت سعيد إن أنا معاك وأنا أقسم لك بالله ما فيه أي طغينا الجماهير نادي الأهلي غير كلنا بنحب بعض وكلنا أسرة واحدة بس يا ريت نبعد المهويس يبعده عن الشتيمة ليس إلا بس أكيد يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا شكرا أميدو دا كان لقاءنا مع النجمة الكبيرة كابتن سيد بزوكة عاشق الإسماعيلي وإن شاء الله كل التوفيق ليه فيما هو قادم وكل التوفيق لنادي الإسماعيلي فيما هو قادم وأكيد كل التوفيق لفريقنا الكبير وكياننا العظيم بشكركوا شكرا جزيلا ودايما بتشرف بيكوا أسباح والعليم اشتركوا في القناة